حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين ذن مشاهدين صعق كهربائي وخنق بأكياس بلاستيكية وتعليق بالسقوف وتجريد من الملابس هي أبرز محطات التحقيقات للجنة أبو رغيف غير القانونية كما وصفت من بعض المختصين والقانونيين وهي لجنة يقال أنها تجاوزت على المساحات الدستورية عند التشكيل حينها فهي استثمرت حالة التشقق في جدران الدولة ونافذة صوب استخدامها للتصفيات السياسية إلا أن الحكومة الحالية ومنذ انطلاقتها أعادت الأمور إلى نصابها وحلتها أولا وحالت شكاوى التعذيب والخروقات إلى المفاصل القانونية المعنية لمتابعة سير التحقيقات ثانيا هذه الممارسات تتنافى مع القوانين المرعية وتسعى أو تسيء لسمعة فضاء العدالة وسمو سيادة القانون النافذ باعتبار الفيصل الوحيد في القضايا أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين وبعد الوعود التي جاءت في المنهاج الوزاري لحكومة الخدمات فيما يخص رعاية المواطن ويصلاح الواقع المتردي اليوم صار ينتظر من هذه الحكومة لإيجاد الحلول للأزمات الكثيرة التي تحيط بالمواطن وبالمقابل هناك سعي حقيقي وجاد من الحكومة الحالية بتقديم الخدمات وهذا ما يلمسه المواطن ورحب به بطلا عن القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتمليك الأراضي التابعة للدولة الزراعية إلى شغليها من قبل المواطنين وبالتالي فأن هذه القرارات من الممكن أن تسهم بشكل كبير في حل أزمة السكن ومشكلة الزخم في بعض المناطق السكانية التي تعاني من التضخم حيث تداولت معلومات حول إقرار قانون العشوائيات وتشريع بأنه سيتم خلال الدورة الحالية من أجل الإصراع بمعالجة مشكلة العشوائيات وإنهاء معاناة الساكنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برأيك ما مدى صحة ما جاء في هذا التقرير الذي نشرته هذه الصحيفة وهناك ذات الأنباء تم تداولها بالأوقات السابقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهديكم الكرام تلك التقارير هي تقارير ليست بشيء جديد وإنما هي مشخصة وموجودة كل ما هناك نحتاج إلى تفعيل الإجراءات الجزائية والقانونية بصدد هذا الموضوع مدار البحر اليوم المحكمة الاتحادية طبعا المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة سلطة قضائية دستورية مستقلة وفق الدستور العراقي بالمادة 93 ومادة 94 قراراتها باتة وملزم للسلطات كافة ولا يمكن الطعن في قراراتها لذلك قررت قرارا وحكما بعدم صحة ودستورية الأمر الديواني الرقم 29 لسنة 2020 بالعدد 169 اتحادية لسنة 2021 طبعا لعدة أسباب موجبة تم اتخاذ هذا القرار وعدم دستورية العمر الديواني ومن ضمن تلك الأسباب الموجبة أولا يتناقض هذا العمر الديواني واللجنة المشكلة مع بنود الدستور بالمادة 19 والمادة 37 و38 وأيضاً 87 و88 مبدأ الفصل بين السلطات اليوم السلطة القضائية السلطة مستقلة في عملها ولا يمكن لباقي السلطات أن تتدخل في اختصاص وشؤون واستقلالية السلطة القضائية هذا جانب الجانب الآخر أيضاً الدستور العراقي لسنة 2005 كفل عدم المساس بحقوق وحريات وكرامة المواطن العراقي باعتبار في بعض بنود الدستور يوضح هناك مبدأ ثابت هو ضمان الحياة الكريمة للمواطن العراقي لا ضمان التعذيب الغير قانوني والغير دستوري والغير شرعي اتجاه المواطن أو المتهم اليوم هناك قاعدة قانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته هذا جانب الجانب الآخر قانون أصول المحاكمات الجزائية الرقم 29 العفو 23 لسنة 71 وضح بشكل واضح لا يجوز انتزاع كل الاحترافات من خلال الإكراه بأي اسلوب كان أي إكراه في انتزاع الاحترافات يعتبر غير قانوني وينافي ويتقاطع مع الأطور الدستورية في هذه الحالة سيساعد ممكن إعادة النظر بالقضايا التي كانت لجنة برغيف تحقق بها نعم اليوم حسن ما فعل رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني أنه حال كل الدعاوة والموضوع والقضايا إلى الادعاء العام باعتبار الادعاء العام مفصل مهم له صلاحية واسعة في حفظ أمان وأمان وهيبة الدولة وحفظ كرامة المواطن ولكن في نفس الوقت هناك قاعدة قانونية ثابتة أنه المحاكمة المختصة أو القضاء أو السلطة القضائية لا تنظر بالدعاوة من تلقاء نفسها ولكن تحتاج للمتضررين الذي له مصلحة أن يقدم دعاوة أمام المحاكمة المختصة بعد دراسة تلك الدعاوة والطلبات والمظلوميات وفق وتدقيقها والاطلاع على القراءة والأدلة يمكن أن تتخذ إجراءات تلك المحاكمة المختصة ولعله تكيف إلى مواد تتناسب مع الجرم والحالات التي حصلت في عمل هذه اللجنة اتجاه كثير من المواطنين بينما الدستور العراقي وضح بشكل واضح الشعب هو أصل مصدر السلطات والمواطن والأشخاص هم جزء من الشعب وبالتالي أصل وجود تلك السلطات هو لخدمة الشعب لا إذا لا مظلومية الشعب والمواطن العراقي رحبك سيد نبيل مرة أخرى وبرأيك إلى أي درجة هذا التقرير الصحفي للواشتنطن بوست إلى أي درجة جاء مطابقا لمخرجات التقرير الذي عدته اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة ملفات لجنة برغيف التي خلصت إلى تحقيقاته بأن لجنة ارتكبت فعلا أعمال تعذيب وكذلك هدر بالمال العام لكن بصبغة سياسية شكرا جزيلا للاستضافة وتحية لك وللظيف الكريم ولكل مشاهدي قناة الأيام الكل اتفق على أن هذه الحكومة هي حكومة تقدير المخاطر تقدير المخاطر يعني أننا نجزء المشكلات التي كانت موجودة ويمكن أن نفككها وبعد ذلك يمكن أن نحل هذه المشكلات بطرق قانونية بطرق دستورية أما أن نسمع ويعني إحنا الذاكرة العراقية تختزل الكثير من الصور والمعاسي أيام من أبان النظام البائد كنا نسمع بالمعتقلات السرية كنا نسمع بالتعذيب الذي نسمعه اليوم في هذه الصورة وبهذه الوثائق التي خرجت من واشنطن بوستوك وكذلك من اللجان البرلمانية وكذلك من الذين الذين تضرروا من هذه اللجنة وبالتالي نعتقد أن السيد محمد الشاع السوداني يحاول جاهداً أن يكون يعني أفواً أن تكون هذه القضية هي قضية رأي عام وأن تكون أمام الشعب العراقي وأمام البرلمان لأن يكون حقيقة عظة لأن لا تتكرر هكذا سيناريوهات يعني العراق موقع حصل علمي بالألفين وعشرة على قانون هو قانون التغييب القصري وقانون كثير من الأمور وبالتالي أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه الحكومة ومخرجات الحكومة وبالتالي أعتقد من مجهة نظري أن هناك حساباً شديداً سيكون خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة إذا ما ثبتت هذا إذا ما ثبتت طبعاً هذا كله وهناك دلائل وقراء كثيرة تؤكد هذا كله بالتالي اليوم الحكومة هي حكومة جادة بأن تفكك هذه الأزمات والمشكلات وأن تكون هناك مخرجات أعتقد كانت في الحكومات السابقة نسمع بأمور نسمع بلجان ولكن دون مخرجات ولذلك الشعب العراقي لم يعني ينظر بأهمية لهذه اللجان هذه المرة وبخصوصية هذه القضية أنا أعتقد أن المخرجات ستكون قائمة وسيطلع الشعب العراقي على هذه الأمور وخصوصاً أن هناك جهداً حكومياً واضحاً في هذا المجال طيب سابق قبل فترة طويلة أنه بعض الشخصيات المتضررة من هذه اللجنة من تعرض للتعذيب فعلاً حاول رفع بعض الدعاوة بالمحافل أو محاكم دولية غيرها باعتبار قضاء لم يستقبل هكذا دعاوة تقام على هكذا لجنة لكن يقال أنه كان هناك تدخل من الولايات المتحدة الأماركية طيب هذه الصحيفة الأماركية لماذا تنشر هذا التقرير حالياً؟ هي هذه المفارقة حسناً ما أصبت كبد الحقيقة في قضية مهمة بأنه اليوم المفارقة في هذه القضية لماذا؟ وكذلك التوقيت وكذلك اليوم حينما نرى أن هناك تقاطراً على العراق وخصوصاً في هذه المرحلة التي الكل يحتاج الطاقة بالتالي هي كلها أمور يمكن أنا بتقديري أن تكون هناك مزاجية في الطرح خاصة في هذا الوقت ولكن بتقديري أنا اليوم حسناً ما فعل السيد السوداني حينما رمى كل هذا في جعبة المحكمة وفي جعبة القانون العراقي والدستور العراقي كما وضح الضيف الكريم أن العراق والدستور العراقي يعني في هذه القضية سيكون لديه الكلمة والكلمة الفصل في هذا كلها ولكن أن تأتي من صحيفة أمريكية وفي هذا قبلها كان المتضرر يقول أننا سنذهب إلى محاكم وسندول هذه القضايا لأن لا آذان تكون صاغية في هذه القضية حتى المزاج اليوم الشعبي والمتضررين وجدوا آذاناً صاغية لهذه القضية باعتراف الكل والمتضررين وبذلك أنا بتقديري نعم المخرجات ستكون حاضرة وستكون هذه بتقديري كذلك الأمور واضحة جداً من الذي كان يمول من الذي كان يخطط هذه الأموال التي يقدر بالمليارات أعتقد ستكون هناك مفاجآت كبيرة للشعب العراقي خلال الأسابيع أو الأيام المقبلة أستاذ سعد شنو هي الإجراءات القانونية المتوقعة والمنتظر تحقيقها في حال ثبت صحة هذه الشكاوة والإدعاءات وما جاء في تقرير صحيفة الواشنطن بوست نعم نعم بالمناسبة اليوم بعدما أنه تتلقى المحاكم المختصة الطلبات وبعد النظر بتلك الطلبات من حيث الشكلية والشكل والحيثيات والجزئيات والقرائن لعله في بعض الحالات تكيف إلى مواد أربعمية وخمسة أربعمية وستة لعله تصل للإعدام اليوم هناك انتهاء واضح في كثير من القضايا والإجراءات التي قامت بها اللجنة المشكلة والتي كان عملها غير صحيح وما بني على باطل فهو باطل لذلك إن أردنا جدية محاسبة الفساد وجدية محاسبة الملفات المهمة والخطيرة يجب علينا الاحتكام والاحترام والالتزام وفق الأطر والقواعد الدستورية والقانونية اليوم هناك هيئات إن أردنا تفعيل هذا الجانب نفعل تلك الهيئات التي وضعها الدستور والتي أطرها الدستور والتي أعطاها الشرعية القانونية والدستورية الدستور وهي هيئة النزاهة لماذا نضع لجانب تتقاطع وتنتزع تلك الصلاحيات من الهيئات التي تمتلك الصفة الدستورية والقانونية إذن إن أردنا محاسبة الفساد يجب علينا تقوية المؤسسات المعنية ذات الاختصاص إن أردنا محاسبة الفساد عدم التدخل باختصاصات السلطة القضائية إن أردنا محاسبة الفساد يجب أن نعطي قيمة وسيادة للقانون لكي نرتقي إلى مستوى بناء مؤسسات رصينة وقوية لكن بالتالي نتوقع أن يتم محاسبة شخصيات ومسؤولي رفيعي المستوى في هذه اللجنة اليوم القانون يُعلى ولا يُعلى عليه اليوم المادة من الدستور العراق المادة 13 القانون الأسمى والأعلى في جمهورية العراق هو الدستور والقوانين لا يوجد هناك شخصاً فوق القانون الكل تحت إطار وسلطة القانون ونتوسم الخير في حكومة السيد السوداني الذي طرح برنامج وطني برنامج يحاكي هموم وتطلعات المواطن العراقي وتطلعاته وهمومه وطموحاته والحفاظ على كرامته وحرية تعبيره لذلك أعتقد إن كانت إن كتبه النجاح إلى هذه الحكومة التي أعطاها الدستور رسم السياسات الداخلية والخارجية أعتقد ممكن رفع كثير من المظلوميات والتداعيات التي حصلت بالمراحل السابقة اليوم يجب إن كانت هناك بناء دولة مؤسسات يجب أن تكون هناك كرامة للمواطن العراقي والشعب العراقي لا يمكن أن تكون هناك مظلوميات إن كانت هناك مظلوميات أي بمعنى لا يكون هناك قانون لا تكون هناك سيادة للقانون لذلك نتمنى من السلطات الثلاث الفصل بين السلطات ولكن هناك موضوع التضامن في القضايا المهمة والأساسية والمفصلية التي تحاكي الشارع لكي نرتقي إلى مستوى بناء دولة رصينة قوية تعمل عمل مؤسساتي عندما تكون هناك عملا مؤسساتي أعتقد لا تكون هناك مظلوميات بل تكون هناك أنصاف في كثير من القضايا واليوم أسلفنا آنفاً أن التقرير هو ليس جاء بشيء جديد وإنما هي كلها موجودة ولكن غير مفعلة مشكلتنا بالنظام السياسي في العراق نشخص المشاكل ولكن مشكلتنا لا نوجد حلول لتلك المشاكل ونعالش تلك الحلول بصورة دقيقة وهذا ما يتوقع أيضاً لأنه لن يتم محاسبة الشخصيات المسؤولين الكبار عن هكذا ملفات أو اعتداءات وأنتقل بالسؤال إليك سيد نبيل تعتقد راح يتم مثلاً محاسبة رئيس الوزراء الأسبق الكاظمي وهناك سبق أن منظمة حقوق إنسان دولية أرادت فعلاً أن ترفع قضية على الكاظمي بهذا الملف تحديداً وهي اعتداءات أو تعذيب لجنة برغيفة لكن كان هناك تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتم محاسبة رئيس الوزراء لا سبق له أمريكا راح تحمي مرة أخرى أولاً يعني الكل مجمع بأن القانون إذا طبقه فليطبق على الجميع ماكو حصانة لرئيس وزراء أو رئيس جمهورية أو أي شخص انتهك لحق من حقوق الإنسان أن يكون هناك غطاء قانوني أو غطاء سياسي ولكن مع الأسف من 2003 إلى يومنا هذا كانت هناك واضح جداً ومعلوم للكل أن التدخلات تكون خارجية وكان الفساد مغطى مع الأسف نحن نشخص أن أس مشكلات العراق هي الفساد جذر المشكلات هو الفساد نشخص أن هناك فساد ولكن العلاج كان بالمسكنات لم يكن هناك علاجاً حقيقياً لجذر المشكلة طيب الكاظمي بتأسيس لجنة أبو رغيف ممكن يحاول إيجاد حل جذري لمشكلة الفساد لو فعلاً تم اتخاذها كسلاح سياسي لا ما يعني إحنا المشكلة في المدخلات وأكو مخرجات إحنا المخرجات شنو اللي كانت يعني الكل كان يقول أن حلقة زائدة أخرى ما هي موجودة الرقابة المالية ما موجودة هيئة النزاهة ما موجودة كثيرة من اللجانة التي يمكن أن تفعل حتى في البرلمان كانت لجان قانونية أما أن نقحم ونزج الدولة في يعني كيانات أخرى وهيئات أخرى أنا أعتقد هي تعطل الدولة أكثر ما نستفيد من الدولة ولذلك يعني استشعر السيد السوداني هذه الحلقات وليس فقط هذه اللجنة كثير من الأمور كانت هناك يعني لم تكن لديها حقيقة مخرجات للشعب العراقي ووصلنا إلى نهايات مع الأسف نهايات مأساوية في كثير من الأمور ليس فقط في هذه اللجنة وبالتالي معالجة هذه الأمور ووضع حلها أنا أعتقد من أهم أولويات برنامج السيد السوداني ولذلك أنا بتقديره هناك تعاضد من كل الكتل البرلمانية لا أعتقد هناك كتلة اليوم ولا هناك أحد قد يعارض هذا لأن الكل يريد أن نصل إلى العراق إلى مرحلة جديدة تختلف شكلا ومضمونا وحتى إخراجا من الذي كان يحصل مع الأسف طيب في هذه الحالة يعني المسئولية تقع فقط على أبو رغيف أيضا تشمل من شكل ومن اشترك ومن أعطل أوامر في هذه الحالة سوف تكون هناك شبكة واسعة من المتورطين الحقيقة ما أعتقد شخص واحد يتحمل هذا كله ما هي مجموعة وهو كان هناك يعني فريق كامل متجانس في هذه القضية أما أن نشخص بأنه فقط كل هذا يتحمله أبو رغيف ما أعتقد أكيد كانت هناك من يخطط ما كان هناك من يعني يكون هناك يعني سيناريو معتسلفا لذلك أعتقد أن الأمر صعب ومبهم وحل هذا الأمر يحتاج إلى حقيقة جهد واسع وتكاتف من كل الحكومة ومن كل الكتل السياسية وأن لا أن تكون هناك مع الأسف مثل ما كان في يعني الحكومات السابقة هناك يعني مثل يعني طمطم لي وطمطب لك هذا دائما موجود بحيث أترك هذه القضية وأنا أترك قضيتك هذا أنا أعتقد اليوم بعد ما يجدي نفعا في هذه الحالة التي وصلنا إليها مع الأسف في هذا الوضع اللي العالم كله يحتاج إلى العراق وإحنا عندنا هذه الميزانيات اليوم تقدر الميزانية بأكثر يعني بالسنة القادمة بأكثر من 120 مليار دولار لذلك استثمار هذا يحتاج إلى عقلية قارئة للمشهد أكثر من العقليات التي كانت تراقب فقط وكانت تشخص بلا علاج طيب سيسعد هذه الجرائم تعتبر دولية أيضا باعتبار العراق قد وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب وموافق العهد الدولي وحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إذا العراق أو القضاء العراقي لم يحسم هذه الملفات أو هذه الادعاءات أو الشكاوى ممكن أن نشهد المحكمة الدولية مثلا تطيقرار أو تحكم في هذه القضايا أم ماذا؟ يعني اليوم حقيقة نمتلك دستور ونمتلك سلطة قضائية كل ما هناك لماذا ندول هذا الموضوع ويكون دولي؟ اليوم العراق ممكن مؤسساته تفعل بشكل جدي الاحتكام والاحترام إلى السلطة القضائية ونحتكم إلى سيادة القانون ممكن أن تتخذ الإجراءات الجزائية التي تتناسب مع هذه الحالات من الجرائم التي حصلتها سيد سعد هذا مو يعتمد على مدى جديات الحكومة والأجزاء التنفيذية والقضائية بألبت وإنصاف الضحايا من هذه اللجنة مثل ما ذكر سيد نبيل أكو موضوع تمطم لي وتمطم لك وهذا الموضوع يعني الشاب العراقي تخوف منه يعني اليوم حقيقة أتوافق مع ضيفك الكريم بالطرح اليوم هناك قاعدة قانونية إذا كانت المقدمات صحيحة تكون النتائج ناجعة وناجحة اليوم إذا كانت هناك جدية وطنية حقيقية للسلطات الثلاث كما توافقت وتضامنت في جائحة كورونا أيضا أن تتوافق وتنسجم وتتضافر الجهود في معالجة هكذا ملفات ضخمة تسبق هذه المعالجات وجدية تفعيل القوانين النافذة والجزائية اتجاه المتهمين في هذا الموضوع تكون هناك توافق سياسي بين الكتل السياسية الكبيرة وأعتقد الكتل والزعامات العراقية هي وطنية أعتقد أن تعطي الضوء يعني تعطي الإشارة إلى السلطات أن تفعل القانون وأن لا يكون هناك شخصا فوق القانون الكل تحت طائلة الإطار والدستور والقانون في كل دول العالم المستقرة مؤسساتيا يكون المسؤول أضعف حلقة والمواطن أقوى حلقة يعني عندما يحصل خرقا معين كأن يكون في وزارة النخل رأسا من الوزير يستقيل لا يتحمل الرأي العام إلا في العراق الحلقة الأقوى هو المسؤول والحلقة الأضعف هو المواطن نتوسم الخير بالحكومة الحالية التي حقيقة تمتلك من التداعيات والترسبات الكبيرة والخطيرة من المراحل السابقة نتوسم الخير في بناء أسس حقيقي من خلاله ينطلق بناء دولة المؤسسات بالمرحلة القادمة مع تضافر باقي السلطات السلطة التشريعية والرقابية وأيضا السلطة القضائية وأيضا نمتلك مؤسسات كما تفضل ضيفك الكريم هناك ديوان الرقابة المالية مؤسسة عريقة وقديمة ولها تاريخ بالمئة سنة كل ما هناك نمتلك مؤسسات نفعل تلك المؤسسات ندعم تلك المؤسسات نحمي تلك المؤسسات لا ننتزع اختصاصات تلك المؤسسات شكرا لك سيد سيد ساعد عدري شكرا جزيلا لكم سيد نبيل عزاوية المحلل السياسي كنت ضيفا كريما شكرا لك إذن مشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه إذن مشاهدين قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي إلى شاغليها ينفذ على الأراضي المملوكة للدولة والمقام عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة ولا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام وفي الوقت الذي يرى الخبراء أن هذا القرار سيعود بالمنفع للدولة والمواطن على حد سواء وكذلك يخدم الواقع العمراني في البلد دون التجاوز على الأراضي ذات المساحات الزراعية تقرير نوه الشمري بعد إهمال دام لأعوام عدة تلتفت حكومة الخدمات بعد وعدها بخدمة المواطن ضمن برنامجها الحكومي إلى قاطن العشوائيات والأراضي الزراعية حيث تمت مناقشة هذا القرار في جلسة البرلمان بقراءة أولية ومن ثم تم سحب القرار لإضافة بعض التعديلات بخصوص تمليك الأراضي المذكورة إلى شغليها وفق خطط مرسومة للمناطق التي تعاني الحرمان وأليات تخطع للمواد القانونية أكيد هي خطوة إيجابية من قبل دولة رئيس الوزراء بحل الأزمة السكن الموجودة في العراق اليوم تحويل الأراضي الزراعية إلى سكن آني كمواطن وكباحث العملية السياسية أراها هي خطوة إيجابية من قبل مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء بدأ بخطوات إيجابية بتطبيق المنهج الوزاري أحد بنود المنهج الوزاري هو القضاء على الأزمة السكن الموجودة في العراق نسبة الفقر في البلاد تصل إلى حاجز التسعة وثلاثين بالمئة وفق إحصائيات رسمية أما المجمعات العشوائية قدرت بما يقارب أربعة آلاف مجمع سكني تضم أكثر من خمسمائة وإحدى وعشرين أسرى أغلبهم تحت مستوى خط الفقر فتوفير السكن يسهم بتخفيف حدة صعوبة العيش وبالتالي رفع مستوى اقتصادهم لكن تمليك الأراضي العشوائية كان لذوي الإختصاص رأي آخر فيها نعم الحكومة راعية لكل أبناء الشعب العراقي علي أن تضع الخطط البديلة للموضوع التجاوزات على الأراضي السكنية والأراضي الزراعية توفير بدائل ولكن ليس على حساب الآخرين ذكرة أن تتحول الجنس الأرض من زراعي إلى سكني هذا شيء جيد وشيء حميد أن توفر أرض مساحة أرض معينة لكل مواطن هذا شيء يعني كبير جدا نقول أن المشروع والفكر الفكرة سليمة لهذا القانون لكنها يجب أن تدرس بشكل جيد وتصبح بشكل متمدن وحضاري فتمليك الأراضي التابعة للحكومة إلى ساكنيها وفق القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء لا قد ترحيبا كبيرا بين الأوساط السياسية والشعبية خصوصا مع توفير الخدمات الكاملة وإيجاد البدائر المناسبة لمن لا تشمله القرارات المطروحة لإعانتهم على إيجاد السكن وتخفيف صعوبة العيش نهي الشمري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ونجدد الترحيب بالمستشار القانوني وممثل أمانة العصمة الأستاذ سعد البخات أهلا بكم مرة أخرى سيد سعد والترحيب أيضا بالخبير للاقتصادي الدكتور الناصر الكناني أهلا بكم دكتور ضيفا كريما وأبدأ معك دكتور اقتصاديا ما هي الفائدة المرجوة من هذا القرار بتمليك الأراضي الزراعية شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهدكم السلام ولسيدنا وعزيزنا السيد سعد ما قص موضوع التمليك حقيقي أنا دريد أحتي شوية على موضوع قانون إحنا لدينا مسبق القانون اسمه 81 لسنة ألفين عفوا لسنة ألف وتسعمائة وثمانين نعم هذا القرار يقول كل قطعة أرض زيد مساحتها على خمسة دون ولم تحتبر ملك الأمانة ولا يمكن أن تصرف بها إطلاقا من قبل غير كانت ملك طبعا داعشي يعني ملك شخصي يعني نقالم الناس اللي قاعد ببالت حاليا كان عندي قطعة أرض اللي هي جوه جسر صدام اللي هي كمسارة هاي القطعة الأرض هي مساحتها 100 دون 100 دون أكون سمول قسمة يعني مقسمة على كل حال طالع منها الشارع محمد القاسم اللي هو تقريبا 14 دون بالإضافة البومب ستيشن يعني هاي حطت تكرم مجالد من الدون شارع محمد عيسى الحداد بالإضافة الباور ستيشن بيا خمس دونمات واضافة أكو مدرسة فاللي باقي باقي جزئين جزء بسميه أو اس وجزء الآخر أو بي تعني الأو بي ملاعب عفوا خضراء وتعني الأو اس ملاعب قطاعية فحاولنا بكل الطرق نسوي بها أي مشروع ما قدر من يعني هي أكثر مساحة منها فيأكو كان بلاك التاريخ أكوة شلو التعويض العيني يعني إذا أنت تجي تروح للأمانة تقول اخذوها لهاي قطعة الأرض يأخذوها يعوضوك عيني التعويض العيني يمطي قطعة أرض بمساحة أكبر منها توازي السعر اللي مثلا موجود فردا ذاك الوقت مثلا خلينا نقول 120 دينار المثل المربع الواحد المثل المربع الواحد يضربه في المساحة يطلع عندك مثلا 8 مليون طيب حتى لنتوسع بالحديث دكتور يعني حاليا أيضا المساحات الوفق هذا القرار بتملك هذه الأراضي الزراعية هي مساحات واسعة جدا لكن قرار الحكومة بعيدا عن حل مشكلة أزمة السكن وغيرها عوائد الاقتصادية للدولة شنو هي أخي أنا ماذا عوائد الاقتصادية أنا دمرت المدينة هي عوائد اقتصادية عوائد اقتصادية يوميا أنا أصرف 7 ونصف مليون دولار إذا ما تدري بالإزلحام اللي يدي يصير عندنا بغداد بغداد تستوعب 3 مليون نسمة لو أنا لسا ساعد خليقوا يطلح لي 3 مليون نسمة تستوعب اليوم بها 10 مليون وإحنا متسمرين بالتزايد طيب طريقتي عندنا العشوائي وعندنا أيضا الشغلة الأخرى اللي هي الأراضي اللي قطعوها المقاولين وبدو دي فس هاي اللي قطعوها المقاولين هكو عندنا أراضي موزة على حد الآن كل خدمات مواسطها بعدين أكو مشكلة كبيرة اللي هي بين عفو أمانة العاصمة نعم التداخل بين الأمانة وبين المحافظة يعني السنتر للأمانة والأطراف إلى المحافظة هذا تداخل يفترض كل الأمور هي تأجد الأمانة خصوصا هذه الأراضي الزراعية ممكن راح تكون أكثر شيء بهذه المناطق المتداخلة دعني أنتقل بهذه النقطة إليك سيدة سعدة أهلا بك مرة ثانية تتفق مع دكتور ناصر بأن الحكومة راح تزيد من مشكلة الزخم المروري مثلا واكتظاظ العاصمة بغداد بتمليك الأراضي الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم والكرام طبعا القرار الأخير قرار مجلس الوزراء الرقم تلاثمية وعشرين لسنة اثنين وعشرين هو فعل قرارات سابقة ونافقة ونافذة منها الذي يخص العاصمة بغداد هو قرار خمسمية واحد وثمانين لسنة واحد وثمانين وأيضا قرار ثمانين لسنة سبعين يعالج المحافظة مجلس محافظة بغداد والمحافظات كما تفضل ضيفك الكريم أتوافق معه في بعض الجزئيات كأن تكون قانون العاصمة بغداد الذي موجود بالدستو العراقي بالمادة داعش والمادة مية واربع عشر وينظم بقانون من الفين وخمسة من عندما أسس الدستو العراقي الفين وخمسة ولحد الآن لم ينظم ولم ينتظم بقانون لذلك حصلت هناك نوع من الاقتضاب بين مؤسسات العاصمة وبغداد وحصلت هناك تدخلات لذلك هذا الموضوع عندما يحسم هذا القانون ويكون تفصيلي لا بشكل إجمالي عام تحصل تحصل هناك تقاطعات بين المؤسسات الموجودة في العاصمة بغداد هذا جانب هذا القانون كل قانون من ناحية منطقية واقعية كقاعدة أيضا قانونية كل القوانين الوضعية ليست هي متكاملة أو معصومة وإنما لعله تحصل فيها معطيات إيجابية ولعله تحصل بها بعض التداعيات السلبية أما هذا الإجراء الأخير من قبل مجلس الوزراء طبعا ومشكور مجلس الوزراء هي خطوة اتجاه الصحيح ويمتلك كثير من الإيجابيات المهمة في حل حلة واستئصال كثير من التداعيات الخدمية في العاصمة بغداد وباقي المحافظات وأقصد أقصد في هذا الموضوع اليوم عندما نعالج قضية السكن الغير قانوني وغير أصولي ويكون المواطن مستقر بشكل أصولي وقانوني وباعتبار له حق أن يمتلك قرضا من صندوق الإسكان وله إجازة وله سند وله استقرار وله حالة تنظيمية بالمنطقة وأيضا هذا جانب إيجابي وأيضا الجانب الآخر تلك المناطق ستضم إلى هي أصل موجودة بس موجودة كزراعية تنضم إلى العاصمة بغداد ويحول جنسها وصنفها من زراعي لاسكني لكي تكون أمانة بغداد ملزمة أن توفر البنى التحتية من ماء ومجاري وأيضا باقي الوزارات الموارد المائية والكهرباء أن توفر باعتبار ملزمة أصبحت تحت أطار التصميم الأساس الرقم مية وستة وخمسين لسنة واحد وسبعين وأيضا هذا القانون تملك الأراضي استملاك الأراضي الزراعية والبساتين التابعة للدولة وأيضا من نفس الفقرة وعادة النظر بالتصميم الأساس بما يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة في كل دول العالم التصميم الأساسي وعادة النظر فيه كل عشر سنوات إلا في العراق من واحد وسبعين لعله طرأ بعض التعديلات والاستحداثات ولكن الآن التصميم الأساس الرقم مية وستة وخمسين حقيقة لا يمكن له استيعاب الكثافة السكانية التي تكاثرت عبر السنين لذلك أعتقد هذا القرار قرار يعالج كثير من الحالات أولاً خلنا نفصل للمواطن البغدادي بالصورة خاصة والمواطن العراقي بالصورة عام هذا القرار فيه ثلاث مراحل فيه ثلاث فئات هذا القانون وقانون خمسمية وواحد وثماني يعالج الأراضي المملوكة للدولة فقط ولا يعالج الأراضي التابعة للأشخاص تحديداً الأراضي الزراعية سيد ساعد الأراضي الزراعية سيد ساعد لا تصبح لي هي الأراضي الزراعية بالسنة خمسة وعشرين يمكن أغلب الأراضي الزراعية المستغلة كسكن حالياً للمواطنين هي من الأراضي المملوكة للأشخاص اللي قسموها اللي عندهم سنة خمسة وعشرين زراعي ليش ما تم شمول هذه لا اليوم عفوا نستاذ اليوم اكو اليوم عقد زراعي 117 وعندنا ايضا عقد 35 تلك اراضي هي مؤجرة للاشخاص وليس مولك للدولة هذا القانون الاراضي الزراعية بسنة 25 اذا تسمح لي اوصل لك الفكرة انا فهم السؤالك بس احتاج الى ان تفهم جوابي اليوم هذا القانون اولا فوضة واتاحة الى امانة بغداد ان تستملك كل الاراضي التابعة للدولة كان تكون للزراعة للمال هناك اراضي غير لا يوجد هناك حقوق تصرفية فيها وهناك اراضي فيها حقوق ولكن ايجار تقتضل مصطحة العام ان تلغي كل الحقوق التصرفية وتعاد الى امانة بغداد وتملك امانة بغداد مرحلة القادمة الى شاغليها المستفيدين منها المشيدة بيوتات ولكن بشرط لا تكون تلك المشيدات والبيوتات تتقاطع مع نفع العام كان تكون تتقاطع مع المحرمات العسكرية والاثرية ومثل كان يكون هناك خط ناقل للنفوط وايضا لا تتقاطع مع التصميم الاساس باحتبار اذا كانت هناك بنتحتية الا ان تكون منتظمة ومؤهولة بعد ذلك تملك اما اذا كانت غير منتظمة وتتقاطع مع التصميم الاساس وتتقاطع مع النفع العام اعتقد تزال تلك الحالات ويعوضون يعني هناك بديل عن هذا الموضوع مناسب واعتقد الدولة ذاهبة في هذا القرار هو لخدمة المواطن لذلك يطمئن المواطن تلك القرارات هي جاءت وفعلت تلك القرارات لخدمة المواطن حتى الذي كان متجاوزا وغير منتظمة البيوتات السكنية اعتقد يعوض ولا يزال كما هو عشوائي يزال بشكل عشوائي هذا جانب الجانب الاخر اعتقد هناك تعليمات تفصيلية لكل الجزئيات والحيثيات وفوضت امانة بغداد والوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص والمعنية وفق هذا القرار ان تضع تعليمات بما ينسجم في تسهيل امور وتطبيق هذا القرار اذا نحصل من ضمن المعطيات اولا المواطن كان مخالفا ولا يمكن ان يخدم وتوفر له بنى تحتية ولا يمكن ان يأخذ قرضا للاسكان ولا يمكن ان تكون له جازة الان اصبح مكانه وسكنه اصولي ورسمي ارجع لك على نقطة الخدمات اذا تسمع لي وقتي ضيط سيد سعد ايضا العاصمة سيد سعد وقتي ما يسمع خليني بس ها ناصر ارجع لك ارجع لك ارجع لك سيد سعد دعني اعود لدكتور ناصر ما طينا وقت ومساحة كافية استاذ ناصر نعم فضل اكو ازمة سكن ربما تعترض انه تآكل مساحات خضراء وزخم في العاصمة بغداد مكتظة لكن الحكومة ما تعتقد هي مجبرة على ايجاد حل ازمة السكن بهذه الطريقة او بعدة طرق اخرى ربما شوفواني حقيقي خلي احسيني مجال شوي اولا انا بديت طبعا احنا خلف القناة نعم اللي تمتد تقريبا من ديالة الى خليل نقول الى دجلة نعم يعني تمر بالشعب والحيقور ومعروف شنو والحي البساتين وترجع الى مدينة الصدر وبعدين تطلع للحيقور ومعروف وين بعدين لا توصل لعبيدي والكمالية ولكذا يعني من ديالة الى دجلة هاي المنطقة تعرف هاي المنطقة كانت فيه يوم ما كانت تستلى الغذائية الى بغداد هاي بي اكملها البهم بعدين بهذا الزحف نصارت مدينة الصدر سنة الستين طبعا مدينة الصدر من افضل ما موجود بالتخطيط يعني التخطيط الامران اللي الي اليه شوف كل قطاع واحد هي تقريبا 6-8 قطاع حسب اعتقاد القطاع الواحد حاصل ضرب 350 في 500 ومحاط ب 4 شوارع طبعا لكل قطاع مساحة العفو البيت الواحد مساحة 144 متر في واقع 8 متر في 18 يعني معنات 144 530 بيت في كل قطاع اليوم مدينة الصدر طبعا من بنوعها تأخرت الخدمات الخدمات بعد فترة يلا حصت الى الخدمات اللي بنت تحتها مجاري ومجاري ثقيلة ومجاري خفيفة العفو مجاري أمطار بالإضافة للكهرباء والميت وإصال الميت محسوب على هذا العدد اللي موجود تخيل اليوم مدينة الصدر بيها بحدود الـ 4 مليون نسمة أنا من دعشة اضرب الـ 86 في 570 في 540 كبير جدا لكن تعتقد انه امانة العاصمة والجهات المسؤولة راح تقدر اتأمن خدمة لهذه المساحات الإضافية او هذا العدد الكبير من الناسمات أنا دعشة لك بس اذا وصل لك الفكرة حقيقة شوف التصميم الأساسي اختصر لي دكتور اذا وقتنا كل شي ضيق اختصر لي المعلومة اكو حل قدام الحكومة طبعا اكو حل كبير جدا بالمناسبة انا مقدمة قدمت الحل الأول اللي هو كان مدينة الصدر اذا نحش عنها قدمت تسويها في عشر طابق بعدين طلع الواحد سموها عشرة في عشرة بعدين اللغة العشرة في عشرة كلها راح تسوينا باسماية كلها اللي خليناها طبعا باسماية منطقة مدينة رائعة جدا سنة الثلاثة عشرة بدأت يفترض تكمل سنة الثلاثة عشرة اليوم احنا بل ثلاثة عشرة ندخل ولحد الان مكتمل منها فقط 15% طيب خدمات ماكو فهنا نحش عن هذا الزخم بنى التحتية ما ملاعم الزخم اللي قاعدين بالأراضي الزراعية التابعة للدولة أو حتى الخاصة يعني يشيلوهم لو شي يسوونهم لا سيد العزيز سؤالك رائع جدا شوف الارض وما عليها وما في باطناها هي ملك الشعب وملك الحكومة الحكومة ادارة لهذه الارض شوف انا احكي بالدستور العراقي عندنا المادة 30 هنا شو تقول المادة 30 تقول اولا تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقاومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم اسمع الدخل المناسب والسكن الملائم يعني انا لو كل مكان موزعين طبعا من دنيشة على 18 محافظة ليش ببغداد بيها 11 مليون ويتكاثرون الـ 12 مليون وباقي المحافظات الى ناقض المثنى بيها تقريب 750 إلى 900 ناقضة ديوانية حدود المليون مليون وشوية الناصرية مليون وربوع البصرة تقريبا مليونين ونوص انا هذا الزخم اني موجودة ببغداد بغداد ماذا تستوعب البناء التحتية اللي بيها كلها متهالكة يعني انا هسا داريت بثلا اعيد البناء التحتية الى بغداد شعيد شعن اعيد المجاري بس موي احنا صارفين تعرف ماكو بيت اليوم ما بيه معطور ما الموي بس موي صارفين من عام 2003 لغاية اليوم تقريبا 26 مليار دولار بس موي شاربين يعني مشروع القناة كل توقف سيد سعد شكرا جزيلا لكم الخبر الاقتصادية كنت ضيفا كريما شكرا جزيلا للمستشار القانوني وموثل امانة العاصمة سيد سعد شكرا لكم سيد سعد والشكر موصل لكم مشاهدين الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الاكارم الى ختام حصادنا لهذه الليلة واللقاء في حصاد اخر